وصمت القوى التي طالما حاول تصدير مفاهيم وقيم حقوق الإنسان وحق العيش بكرامة وسلام وأصبح قطاع غزة شاهداً على جرائم الحرب مارس فيها الاحتلال شتى صنوف الإرهاب والتنكيل والدمار مستهدف المدنيين صغاراً وكباراً وستبقى جريمة المستشفى الأهلي المعمداني وصمت عار في جبين الإنسانية وجريمة حرب نكراء كما وصفها جلالة الملك المفدة تتنافى مع القيم الإنسانية والإخلاقية وتستوجب أيضاً كما أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد المحاسبة على هذه المجزرة البشعة الزميلات والزملاء الكرام واليوم مع حالة التضليل الإعلامي التي تصور الجاني بأنه ضحية لم يعد هناك معنى لكل مبادئ الإنسانية والقانون الدولي التي حاول البعض تسويقها علينا عبر سنوات خلت فماذا يمكن أن نسمي هذا الدمار سوى أنه الإرهاب بعينه وانعكاس حقيقي لتطرف حكومة اليمين وعليه أطالب اليوم باسم ضمائر ووجدان كل الأردنيين انتصاراً لدماء الشهداء بتقديم قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية على ما ارتكبوه من جرائم لم يسبقهم إليها سوى أبناء جلدتهم حين مارسوا الجرائم ذاتها في دير ياسين وكفر قاسم وخان يونس وتل الزعتر وصبرى وشتيلة وجنين ومذابح الحرم الإبراهيمي والمسجد الأقصى المبارك إن الإنكار الدولي للحق الفلسطيني والتغاضي عن ممارسات الاحتلال هي السبب الرئيسي فيما نشهده اليوم من تصاعد لوطيرة الحرب ولم يعد مقبولاً بأي شكل من الأشكال صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال ونقول بضمير ووجدان الأردنيين أجمع أن القوى الفاعلة والمؤثرة في صناعة القرار الدولي تقف أمام اختبار الضمير الإنسانية وعليها التوقف عن التعامل بهذه الازدواجية البغيضة مؤكدين هنا أننا لن نقبل بأي شكل من الأشكال أي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من كافة أراضيهم أو التسبب في نزوحهم لقد حذر الأردن مراراً وعبر العديد من خطابات جلالات الملك من أن غياب الحل الشامل والعادل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين من شأنه أن يبقى المنطقة على صفيح من التوتر والغليان كما أن تدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية ومحاولة تهويد الكيان سوف يجر المنطقة إلى الهاوية وهنا نؤكد وقوفنا خلف جلالة الملك المفدة في حمله للأمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف معاهدين الله أن نبقى الأوفياء لسيد البلاد والجيش العربي والأجزة الأمنية في الذود عن هذا الحماب المهج والأرواح السيدات والسادة زملائي في المجلس الكريم سنبقى مع ابناء شعبنا العظيم موحدين خلف الجهود التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني في مساعيه لوقف العدوان على الأشقاء في غزة وحماية المدنيين الأبرياء وإيصال المساعدات العاجلة لهم معبرين هنا عن عظيم فخرنا بكوادر المستشفى الميداني الأردني والتي بقيت صامضة في موقعها رغم القصف والدمار مؤكدين أيضاً أهمية وحية الصف وتماسك الجبهة الداخلية والوقوف خلف الجيش العربي والأجهزة الأمنية والامتثال لما يصدر عنها في المسيرات السلمية وعدم الإنجرار وراء أي ممارسات خارجة عن القانون فكلنا في هذا الوطن نواباً وأعياناً وحكومة والإعلام وأحزاب وشعب قوات مسلحة عندما يتعلق الأمر بالأردن والحفاظ على أمنه واستقراره ومواجهة المؤامرات التي تحاك ضد وطننا الغالي ولا يفوتني هنا أن أتقدم بالشكر والتقدير للحكومة رئيساً وأعضاء حيث قدموا ما يمليه واجب الضمير في جلاء الحقائق وتعرية المحتل مثل ما قدموا دوراً دبلوماسياً كبيراً وواضحاً لوقف العدوان عن غزة الغالية وسيبقى الأردن العون والسند والظهير لفلسطين وما قرار عدم عقد القمة الرباعية في عمان إلا خير دليل على صلابة الموقف الأردني فهذا البلد العظيم لا يمكن أن يساوم على الحق الفلسطيني ولن ينسى دماء الأطفال الذين ارتقوا شهداءً بفعل آلة الإجرام والخراب وستبقى فلسطين كما قال مولاي المفدى في خطبة العرش السامي بوصلتنا وتاجها القدس الشريف ولن ندخر جهداً في تأدية دورنا مع البرلمانات الشقيقة والصديقة لتعرية المحتل عبر مخاطبة البرلمانات الدولية لجلاء الصورة الحقيقية لما يجري من دمارٍ وأجرام يستوجب الردع والوقف الفوري للحرب الغاشمة على أهلنا في غزة وعموم أرض فلسطين عاش الأردن عوناً وسنداً لفلسطين وشعبها الصامد المرابط وعاش سيد البلاد سيف الحق الصامد على جفة الثبات قوياً غير مهادٍ حاملاً لراية الدفاع عن أرض الأنبياء والمقدسات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته